بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا ان احنا زفنا حاجة اسمها وعملنا لها مينيو والمينيو دي بتنادي بس على المينيو على الايتمز اللي معمول لها انها طب هلأ انا كنت محتاج فعلا ان انا اعمل كده انا كنت محتاج في ان انا اعمل حاجة اسمها وحط لها اه في الموديول دوت وحطوه في الفيوز وفي او احطو في دي كلها والموديول اللي انا عملتو دوت علشان اعمل الخاصية دي عشان اضيف الخاصية ديت وفلطرها بالدمين وكده لا طبعا الاودو طبعا مش معقولها الاودو ما كانش في الميزة ديت الاودو في الميزة دي فعلا وفي اكتر ميزة كمان زي هنا في او في هنا اقدر اضيف حاجة اسمها واقدر اضيف حاجة اسمها ضايت ايتمس يعني مسلا هي هي مش بارت كاتيجوري الحاجة اسميه هنا الكاتيجوري الان ما سميه دي ضايت ايتمس ضايت ايتمس واختر انها مسلا نورمل و ايه حسيف بشكل دوتو وبقي عندي دلوقتي ايه كاتيجوري اسمها اوقي وكل بساطة اروح لأي عندي وهوなんسا اقول ان هو ديت اكتم ضايت اكتم ادوسا عملő edit هو ان هو الانترنال بتاعهم هو ضايت ايتم. وعمل له سيف. وفلتر السيستم دوت. اوكي? نعمل سيف اه للا. وفلتر اه وخلي المينيو دي تفلتر على هذا الاساس. ان ان الكاتيجوري ايتم. اه او الانترنال كاتيجوري زي ديت. اللي هي كلها مكتوب لها تبقى ضايت ايتم. مكتوب ضايت ايتم قدامه. بس انا حبيت اعمل كده علشان احنا كلنا بنتعلم. بس برضو علشان اوضح لكم ان يقدر يعمل الموضوع ده من غير بس احنا يعني اعملنا كده عملنا السيناريو ده عشان نتعلم ازاي نعمل على السيستم. وازاي نستفيد ان احنا نضيف جديدة مش فيه. اه شكرا وان شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن ازا ان احنا نستخدم بقى اللي هو اللي هو ان احنا نستخدم بتاعته. ونفلتر عليها. شكرا والسلام عليكم.